بعد العيد ماذا نحن فاعلون؟ كل خير ان شاء الله هاي ايو انت عايز تبقى رشيك؟ تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بس كده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله ووقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس وتحديات لو نفسك تخس اللي انت لو شايف انها مهمة ما تنساش تضغط لايك قوي جدا وكمان لو لسا ما اشتركتش في القناة فانزل اشترك في القناة علشان تكون ننضم عائلة لو نفسك تخس اكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي والعالم النهار ده معانا تحدي جديد لمدة 12 يوم تحدي نتيجته مضمونة وخصوصا بعد فترة العيد فترة العيد اللي احنا استغلناها في تنشيط الحرق وتلات ايام مفتوحة وبالتالي عندنا فرصة عظيمة جدا لكل الناس اللي هتبدأ معانا هذا التحدي التحدي ده نتيجته مضمونة وفي جيبك بجد لو دهونك كترت وخلاص تعبت من هدي الدهون بجد تقدر تبدأ معانا وهتخس ان شاء الله وتحصل على نتيجة ولا اروع التحدي بتاعنا بعنوان دهون كتير وقررت التغيير تحدي سهل ولزيز وبسيط وبجد هيفرق معاك بشكل كبير جدا ومن غير كلام كتير عايزين نروح نشوف التحدي ونبدأ بقى نبدأ علشان تعبنا بقى تعبنا من العك وده اللي انا شفته في التعليقات يلا يا بشمهندس الحقنا بمسابقة جديدة علشان زهقنا من العك الكتير علشان كده دايما بقولك اللي هيشارك معانا في هذه التحديات بجد هيفرق معاه بشكل خطير وجميل جدا الجسم هيتغير مية وتمانين درجة صحتك هتلاقيها باقت رائعة جدا بجد هتدعي لنا من قلبك وزي ما كنا متفقين وزي ما على طول متفقين لو قابلت معانا هذا التحدي وهتبدأ معانا ان شاء الله قول قابلت هذا التحدي وهبدأ معاكم على بركة الله يلا بينا بقى نروح نشوف التحدي القوي اللي المدة 12 يوم واللي باعتبره خطة الانقاذ ما بعد العيد فيلا بينا نشوف النظام اهلا بكم من جديد ومسابقات لو نفسك تخص والنهاردة معانا مسابقة جديدة وقوية لمدة 12 يوم مسابقة النهاردة من المسابقات اللي باعتبرها من اهم المسابقات وخصوصا بعد عيد الاطحى المبارك و3 ايام مفتوحة خلال العيد النهاردة مسابقتنا بعنوان دهون كتير وكررت التغيير او الله طبعا 12 يوم للتحدي والحقيقة ان هم 11 يوم بس لان اليوم ال 12 هيكون يوم مفتوح فخلونا يلا نبدأ ونشوف ايه المسابقة الجديدة وطبعا يعني مسابقتنا تضم انظمة جميع الاوزان انظمة الاشبال وانظمة المرضعات طبعا ده تنويه لو انت عندك اي مشكلة صحية لو انت عندك اي مشكلة صحية لازم ترجعي لطبيبك فورا قبل البدء في النظام وده حرصة منا عليكم دي طبعا المقدمة وبنقولك فيها ان احنا ان شاء الله بإذن الله نبدأ مع بعض مسابقة لمدة 12 يوم و12 يوم بجد هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا خصوصا بعد الثلاث ايام المفتوحة اللي كانوا في العيد واللي باعتبرهم بمثابة تنشيط حرق قوي جدا جدا في هذه الفترة وبالتالي ما يليه هيكون مسابقة قوية ونتجتها ان شاء الله هتكون قوية نبدأ على بركة الله نظام جميع الاوزان ودهون كتير وقرارة التغيير ودي تعليمات مهمة جدا لرفع معدلات الحرق وخصوصا يعني ان الناس كتير جدا بتسألني يا بشواندس ازاي ان انا ممكن ارفع من معدلات الحرق وطبعا اتفقنا ان اهم حاجة هو الاستيقاظ مبكرا والنوم مبكرا لما هتنام بدري وتصحى بدري هتلاقي نفسك ان انت فايق جدا جدا هتلاقي لما انت هتفطر بدري ودي من الحاجات المهمة جدا اللي هتخلي الحرق بتاعك عالي جدا وبالتالي لما هتفطر هتلاقي ان انت الجسم بتاعك بياخد الطاقة بتاعته من بدري هتلاقي ان انت بتنشط الحرق هتلاقي نفسك ان انت قوي جدا بتمارس يومك بشكل طبيعي جدا هتلاقي نفسك ان انت نشيط بتتحرك اكتر وبالتالي بتحرق اكتر طبعا المية من الحاجات المهمة ولناس كتير جدا بتنساها ناس ما بتشربش الا ما تكون عطشانة بس لأ حاول انت على مدار كل نص ساعة تشرب كوباية مية كل ساعة تشرب كوبايتين مية وهكذا هتلاقي ان انت بجد هيفرق معاك بشكل كبير جدا في موضوع انقاص الوزن معلقة العسل على الريق من الحاجات السحرية واللي لو سألت اي حد من الناس اللي حققت انجازات قوية على لو نفسك تخص هيقول لك ان السر في المعلقة معلقة العسل العريق بجد هتفرق معاهم بشكل كبير جدا الرياضة والمشي يعني احنا بنختزل الرياضة وبنقول لك امشي المشي من الحاجات الرائعة جدا 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 تلاتين دقيقة بشكل يومي سدقني هيفرقوا معاك كل ما تزود كل ما بجد هتلاقي ان انت بتنزل بشكل اكتر وبالتالي الرياضة من الحاجات اللي بتحسن النفسية اللي بتنشط الحرق اللي بتأويك وبتشجعك على الاستمرار على النظام الالتزام يا جماعة الالتزام من عوامل النجاح القوية جدا جدا واللي هتنشطلك من حرقك لان انت كل ما تلتزم كل ما الجسم بياخد العناصر الاساسية ما بتضيعش وقت فيه ان انت تلخبط وبالتالي بتاخد عناصر غلط لا بتاخد العناصر الاساسية وبالتالي بتلاقي ان النتيجة رائعة في النهاية وطبعا تقدروا ان انتوا بقى يعني ايه تقروا بقية التعليمات ولكن دي من اهم التعليمات لتنشيط الحرق طبعا اللي سناكس الثابتة اليومية لنظام جميع الاوزان من الحاجات المهمة جدا 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 وسبقوا قولنا ان اللي سناكس دي فيها عناصر غذائية كبيرة جدا بتشجعك وبتساعد الجسم على تنشيط الحرق بشكل مستمر لان الفيتامينز اللي فيها دي بتريح الجسم كل ما الجسم اخد حقه كل ما كان الحرق بتاعه كويس كل ما اداءه هيبقى كويس وبالتالي هتلاقي حرق الدهون رائع جدا جدا والاستمرار حتى الوصول للهدف هيبقى سهل جدا جدا طبعا نظام جميع الاوزان عندنا اتنين كوب حليب خالد دسم عندنا معلقة كبيرة من زيت الزتون تقدروا ان انتوا تستخدموها سواء في ان انت تطبخ بيها سواء ان انت تاخدها عادي كده على الريق مثلا او تاخدها خلال اليوم على طبق السلطة اي حاجة تقدر ان انت يعني باي وسيلة او باي طريقة تقدر ان انت تستخدم معلقة زيت الزتون عندك حبيتين طماطم اتنين حب الطماطم عندك جزرتين عندك بصلتين عندك بيتين جناية وعندك خيار وخصه التوجرجير الحاجات دي بكميات مفتوحة بداية من الخيار فهتلاقي ان الدنيا زبطت معاك ان شاء الله بازن الله نبدأ بقى على بركة اليال يوم الاول من نظام جميع الاوزان الاثنين تلاتة اغسطس وهنلاقي على الريق كوباية مية زيت اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل وطبعا اقولنا ان الناس اللي ما بتقدرش توفر العسل تقدر انها تاخد تلات تمرات بديلة لمعلقة او للمعلقتين الصغيرين من عسل النحل وطبعا عندنا اختيارات الفطار ممنوع النشويات في الفطار وعندنا اختيارات متنوعة ما بين الجبن القريش ما بين البيض ما بين الزبادي وهكذا او ان انت تقدر تعمل وصفات بالجبن القريش او بالبيض او يعني تقدر ان انت تعمل شوية حاجات كده بكل بساطة علشان خاطر ان انت تغير من الروتين اليومي نروح لاختيارات الغداء وهنلاقي ان الغداء ممنوع في النشويات وهنلاقي عندنا اختيارات البروتين واختيارات الخضار الغداء هيكون فيه بروتين بس وخضار بس وطبعا البروتين هيكون في الغداء هيكون بروتين خفيف بعيدا عن اللحوم الحمرة خلاص هيئنا بقى من كتر اكل اللحوم خلال فترة العيد وبالتالي هيكون عندنا يا اما صدور دجاج يا اما سمك او مثلا بدائل بقى السمك او كل ما يعني التابع للسمك زي السردين زي التونة وهكذا زي طبعا نقدر ناخد برضو السلمون قطعة من السلمون رائع جدا جدا وطبعا يعني عندنا الجبن القريش من الحاجات المهمة والرائعة جدا جدا نروح على اختيارات العشاء ممنوع ايضا العشاء وعندنا شوفوا بقى الاختيارات اما بقى صلطة التونة زي عبارة عن علب التونة نصفية كويس او من الزيت وتبشر عليها خيارة مع طماطم برضو وبقدونس وبصل هيفرق معاك وهتلاقي ان انت شبعت بشكل كبير جدا جدا او بقى ما يعادلها من اختيارات اخرى طبعا في عندنا وجبة خفيفة بين الفطار والغدا كوبات حليب خالد دسم وبين الغدا والعشاء كوبات شاي اخضر كده لو انت عايز تتدفى ولا حاجة واختيارات وهكذا طبعا يعني الشاي الاخضر عشان بس نبقى متفقين الشاي الاخضر واحد من الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها خلال النظام الغدائي زي وزي اليانسون زي وزي اي مشروب دافي عادي خالص فنقدر ان احنا نستخدم هذه الاشياء مش عشان نخس ولكن كل حاجة احنا بناخدها الجسم بيستفيد بالعناصر الغدائية اللي فيها نروح لليوم التاني لنظام جميع الاوزان وهنلاقي عندنا نظام الانقاذ وطبعا هنلاقي عندنا الفطار توست وعسل يعني عندك اتنين توست مع معلقتين عسل صغيرين وخبات حليب خالد دسم وطبعا قلنا ان احنا نقدر نبدل اتنين توست دول بغيف عش سن او يعني الغيف من الخبز المليء بالردى او نص الغيف بلدي اللي هو الخبز الحبة الكاملة فنقدر ان احنا يعني مش شرط ان احنا ناخد اتنين توست ووني ولكن نقدر ناخد بداية للنشويات وطبعا موجود بداية للنشويات وجدول بداية للنشويات اللي انتم ما تبصوش عليه نروح بقى لاختيارات الغداء وهنلاقي بروتين خفيف مع خضار اما العشف هيكون اتنين فمر اتفاكها فتقدر انت تاخد مثلا تفاحتين او تفاحة او جوافاية بدون بزر او نص موزة مع تفاحة وهكذا فتقدر ان انت تاخد الثمرتين الفاكهة اللي انت عايزهم في وجبة خفيفة بين الفطار والغدى هيكون ثمرت فاكهة يعني ازا في هذا اليوم هيبقى عندنا تلات ثمرات فاكهة هو من الدلعين اخر دلع وطبعا تبدأ تشرب شربة خضار كوجبة خفيفة بين الغداء والعشف وطبعا بجانب الاسناكس اليومية نروح بقى على اليوم التالت لنظام جميع الاوزان زي ما انتم شايفين كده عندنا كوباية من المية زي اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل واختيارات الفطار هيكون في اليوم ده فطار وغدى وعشا بدون نشويات نروح لليوم الرابع من نظام جميع الاوزان وهنلاقي عودة للنظام الانقاذ من جديد علشان خاطر يطلع علينا والتوست والعسل على الفطار والغدى بدون نشويات وبروتين خفيف والعشا هيكون فاكهة نروح لليوم الخامس من نظام جميع الاوزان زي ما انتم شايفين كده هيكون عندنا نشويات في الفطار والغدى هيكون في نشويات اما العشا هيكون بدون نشويات نروح لليوم السادس لنظام جميع الاوزان وهنلاقي عندنا على الريق الكوباية للمية زائد اتنين معلقة صغيرة من عسل نحل طبعا الناس بتسألنا بشو كوباية المية دافية ولا ساعة ولا الحقيقة انا بقولك كوباية مية بدرجة حرارة الغرفة العادية يعني عشان بس ما ينفعش نشرب مية ساعة على الريق كده الصبح تتعب لنا معدتنا ولا مية سخنة علشان خاطر برضو تتعب لنا معدتنا مية عادية خالص تقدر نشربها مع معلقة صغيرة من عسل نحل الناس برضو بتقول لي طب اخد معلقة العسل وبعدك اشرب مية ولا دوب معلقة العسل في المية وبعدك اشربها ولا ايه بالزبط الحقيقة كل واحد وعلى حسب هو بيتقبلها ازاي انا على سبيل المثال باخد معلقة العسل وبعدك اشرب وراها مية ده بتقبلها بهذا المنظر لكن دوبها في المية الحقيقة ما بتقبلهاش يعني نروح بقى على اختيارات الفطار فهنلاقي عندنا فيه نشويات في الفطار والغدا هيكون فيه نشويات والعاشة هيكون بدون نشويات نروح بقى على اليوم السابع فهنلاقي عندنا فيه الفطار الممنوع النشويات الغدا ممنوع النشويات والعاشة ممنوع النشويات طبعا احنا يعني خدناكم في دوقا كده وعدنا يوم الجمعة من غير يوم مفتوح وكده يعني احنا عايزين ناخد الحداشر يوم دول كده نحاول ان احنا اخذنا تلات ايام مفتوحة فكفاية بقى اول الاسبوع دا يكون في ايام مفتوحة فناخد التلات ايام دايريكت كده الحداشر يوم دايريكت علشان خاطر نحاق فيهم اكبر نتيجة وبالتالي لو التزمت بها دي الايام بجدة يفرم معك بشكل كبير جدا نروح لليوم السابع فهنلاقي عندنا آآ برضو العسل على ريء واختيرات الفطار والغدا والعشا بدون نشويات نروح لليوم التامن برضو عندنا التلات واجبات بدون نشويات اما اليوم التاسع فنلاقي في نشويات في الغدا اما الفطار والعشا فممنوع في النشويات نروح على اليوم العاشر لنظام جميع الاوزان وحاجة كده تشبه زبوع او يوم الانقاض يعني وبالتالي ولكن عندنا العشا يكون مختلف فهنلاقي عندنا ممنوع في الوجبة الخفيفة ممنوع فيها الفكهة لا ده احنا عندنا كوباية حليب خالد دسم والعشا هيكون عندنا عبارة عن زبادي او جبن قريش والفطار هو اللي هيكون شبه فطار الانقاذ اما الغداء طبعا بدون نشويات وبروتين خفيف مع خضار نروح لليوم الحادي عشر واليوم الاخير يعتبر في هذه المسابقة وهنلاقي ان احنا عندنا العسل على الريق عندنا في نشويات في الفطار اما الغداء والعشا فبدون نشويات ونيجي لليوم الثاني عشر والاخير في هذه المسابقة وهنلاقي عندنا وجبتين مفتوحين طبعا اللي هيوصل لهذا اليوم بجد انا بعتبره بطل واللي هيلتزم بالحداشر يوم حتى يصل الى اليوم الثاني عشر فانا بعتبره من الابطال اللي بجد هيحاول نتيجة رائعة جدا 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 طبعا سبق اتكلمنا على ازاي ان انت تحسب صعراتك الحرية خلال اليوم وتقدر ان انت تشوف ده من خلال هذا الجدول لو انت على فرضا ان انت مثلا اخترتي نفسك ان انت عندك مثلا ستة وعشرين سنة فهتلاقي نفسك ان انت ما بين تسعتاشر وتلاتين متوسطة النشاط البدني تتحرك يعني كده بين البنين هتلاقي ان انت عندك صعراتك الحرية المطلوبة حوالي من الفين لالفين ومتين لو انت راجل عندك ستة وعشرين سنة فابرضو عندك المتوسط النشاط البدني فهتلاقي ان انت الحرق بتاعك اعلى شوية من السيدات فهتلاقي ان انت حرقك ما بين الفين وستمية لالفين وتمنمية أما السيدات من ألفين لألفين ومثلين طبعا الفرق ما بين الرجال وبين السيدات أو الحرق ليه بيكون مختلف لأن في معظم الأحيان أن الرجالة بيكون عندهم نسبة العضلات أكبر وبالتالي بيكون نسبة الحرق عندهم بتكون أكبر ولكن مش بالكثرة اللي أنت يعني ترعبك أو تقول إن الراجل لا يخص أكتر مني بالعكس يعني السيدات لما بتلتزم بتحق نتيجة وخير مثال لهذا أمينة اللي خصت خمسة وسبعين كيلو ما شاء الله عليها فطبعا بتقسم سعراتك الحرية لو أنت عندك ألفين سعر حراري بتقسمهم على مدار اليوم زي ما أنت عايز أو أن احنا بنقترح عليك أن أنت في الفطر تاخد أربعين في المية في الغداء أربعين في المية والعشاء والسناكس تاخد عشرة في المية وعشرة في المية نروح بقى على نظام المرضعات وطبعا المرضعات بسم الله وإن شاء الله عليهم من أكتر الناس اللي بتخص معانا لأن الحرق عندهم قوي جدا بيزيد عن المعدل الطبيعي ممكن أكتر من خمسمية لتمنمية سعر حراري عن المعدل الطبيعي وبالتالي فرصة النقاص الوزن لدى المرضعات بتكون كبيرة جدا 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 أكتر كمان من الرجال فنروح على نظام المرضعات ودي طبعا نصائح هامة جدا أما أن انت خلال فترة الرضاعة بتزيد السعرات الحرارية لأكثر من خمسمية سعر حراري وطبعا نهتم به تناول السوائل أثناء الرضاعة ده مهم جدا جدا ونقلل من استهلاك المحليات الصناعية زي السكر للضايت والكلام ده علشان خطر بيبقى خطر على صحتك وعلى صحة الطبيب برضو البهارات مهم جدا نحن نقلل منها خلال فترة الرضاعة وكمان نقلل من تناول الأهوة لأن فيها الكافيين فيعني ده بيأثر على إدرار الحليب وتعب للطفل طبعا يعني عدم تأثر الأمة للمؤثرات النفسية لأن في كتير من الناس بتشتكي إنهم ملتزمين بالنظام وتلاقيهم إن هم حتى لما بيلغبطوا لكن الحليب فيه مشكلة وهكذا وبالتالي بيكون عامل نفسي كبير جدا ممكن يكون هم بيتعرضوا لمشاكل نفسية وبالتالي ده بيأثر عليهم طبعا يعني عندنا للمرضاعات بيكون عندنا نفس تقريبا السناكس اليومية بيزيد عليها كباية حليب خالد دسم مهم جدا بدل في النظام جميع الأوزان فعندنا كباية حليب خالد دسم لزيادة للمرضاعات نروح لليوم الأول وهنلاقي عندنا طبعا مرضاعات بيكون النظام أسهل شوية من نظام جميع الأوزان وده علشان خاطر الحرق بتاعهم بيبقى أعلى حبة وبالتالي فهنلاقي عندنا اختيارات الفطار واختيارات العشاء بين نشويات أما الغداء فممنوع في النشويات نروح لليوم الثاني فهنلاقي عندنا فيه برضو فيه الفطار والعشاء نشويات أما الغداء ممنوع برضو نفس الكلام فيه اليوم الثالث واليوم الرابع اليوم الخامس هنلاقي عندنا فيه نشويات في الفطار والغدى أما العشاء فممنوع النشويات اليوم السادس فهنلاقي عندنا فيه برضو نشويات في الفطار والغدى أما العشاء ممنوع ونروح لليوم السابع فهنلاقي عندنا فيه في الفطار وفي العشاء فيه نشويات أما الغدى ممنوع النشويات ونفس الكلام نروح للفطار والغدى هنلاقي الفطار ممنوع النشويات الغدى فيه نشويات والعشاء فيه نشويات نقدر احنا نبدل انه ننقل من نشويات من العاشة ننقلها للفطار لو احنا حبين ونمنع في العاشة النشويات براحتك لكن ما ينفعش ننقل نشويات من الفطار ونوديها العاشة اليوم التاسع اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والاخير في مسابقة دهوني كتير وقرارة التغيير واليوم الثاني عشر طبعا اليوم المفتوح وبكده تكوني وصلتي بطلة الابطال ان شاء الله لنهاية المسابقة اتمنى من الجميع الالتزام نروح بقى لنظام الاشبال نظام الاشبال وهو مناسب لسن من 11 ل 16 سنة زي ما انتم شايفين كده طبعا الاشبال من يعني السن ده مهم جدا نحن نهتم به لان بجده هيفر معاه باقي حياته ولكل ام ولكل اب بجده ولادكم هيدعو لكم لما تحفظوا على رشقتهم من البداية نروح لليوم الاول وهنلاقي عندنا برضو في نشويات زيادة لان الاشبال بيبقى الحرق عندهم اعلى برضو من الناس العادية في بداية النمو بنحتاج طاقة اكتر وهكذا وده اليوم الاول اليوم الثاني الثالث الرابع خامس السادس السابع اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر والاخير لنظام الاشبال طبعا في ناس بتقول لي يا بشواندز احنا مش بنعرف نشوف النظام من على اليوتيوب النظام بيبقى مناغمش كده ومش شايفينه قوي طبعا كل واحد وعلى حسب سرعة الانترنت عنده يعني حسب الجودة اللي هو بيشتغل بيها على اليوتيوب وبالتالي احنا عملنا لك التطبيق لو نفسك تخص سهل جدا ان انت تنزله على الاندرويد وتشوف النظام او ان انت تشترك في القناة وهتلاقي كل يوم على منتدى القناة بينزل نظام يوم بيوم طبعا يعني هنا دي معلومات تهمك تهوني كتير وقرارت التغيير فاتمنى كده ان انتوا تشوفوا المعلومات دي لانها مهمة جدا ودي بعض الكلمات الدلالية للنظام الناس اللي بتتكلم باللهجة المغربية او الجزائرية او الشامية قلنا يا جماعة تقدروا ان انت تخشوا على هدي الجداول وتترجموا الكلام اللي موجود في الانظمة يعني جبنا قريش يعني ايه يعني حليب خليد دسم يعني ايه وهكذا نروح بقى على الاختيارات او قائمة الفواكه المسموحة دي قائمة بالفواكه المسموح لو احنا كتبين ليك ثمرت فاكهة تقدر ان انت تشوف اي فاكهة من دي متوفرة عندك في بلدك وتقدر انت تاخد بديل لثمرت الفاكهة وقلنا طبعا عملنا جدول برضو نبين لك فيه ان انت مثلا الاناناس بديل ما يعادل من ثمرت فاكهة يعني شريحتين طيب لو انت عندك وجبة مثلا زي في الانقاذ مثلا بتلاقي ان انت في العشاء عندك وجبة او ثمرتين فاكهة طب اخد قد ايه تاخد اربع شرايح وهكذا اليوسفي منه قد ايه البطيخ قد ايه البرقو قد ايه وهكذا طبعا احنا يعني لو رجعنا كده هنلاقي ان احنا عندنا ممنوعات الفاكهة يعني طبعا الممنوعات موجودة معظمة دلوقتي زي التين وزي المنجة وزي العنب وهكذا ودي بترفع من السكر في الدم مرة واحدة بتجوعك مش بتشبعك وبالتالي ممكن ناخدها في اليوم المفتوح لكن غير كده بلاش ناخدها خلال النظام نروح ليه قائمة بدائل الخضروات الخضروات عندنا متاحة قد ايه وبكميةها قد ايه برضو كل ده موجود في البدائل للخضروات طبعا دي بدائل النشويات من الحاجات المهمة جدا من الجداول المهمة اللي بتمنى ان انت تطبعها كده وتعلقها على حيطة قدامك علشان ناس كتير بتقول لك انا ما عنديش توست بني ناس كتير بتقول لك انا ما عنديش خبز سن فتقدر ان انت تشوف كل البدائل المتاحة لك من خلال هذا الجدول احنا عملناه لك علشان يسهل عليك حاجات كتير جدا نروح بقى لجداول بدائل البروتين نفس الكلام برضو ناس تقول لك انا ما عنديش بروتين متوفر كذا اخد بداله ايه اخد بداله ايه يا بشمهندس وهي كذا فعندك هنا حاجات كتير حتى في بدائل بها البروتين النباتي اللي هو اكيد متاح عندك في البيت. النظام مفيش حاجة ما تكلمش عنها ومفيش حاجة ما حاولش ان هو يحلها معاك علشان يسهل عليك الامور بحيث ان انت تلتزم. الحقيقة في ناس بتشتكي وفي ناس تقولك انا ما بقدرش اوفر اكل النظام. النظام حاس ان هو فيه اكل كتير وهكذا يعني مش متاح عندنا. لأ. كل حاجة سواء بقى انت عندك القدرة المادية الكبيرة او ما عندكش القدرة المادية اكيد هتاكل في اليوم واكيد هتلاقي الاكل بتاعك موجود عندنا في النظام. طبعا دي المشروبات اللي انت ممكن تشربها خلال اليوم. قهوة شاي ينسوا النعناع. كل حاجة تقدر انت تشربها خلال اليوم ولكن يعني من غير سكر. ودي بقى الممنوعات الدايمة اللي انت تقدر ان انت تبعد عنها طول حياتك حتى بعد التغيير حاول ان انت تبعد عنها لانها مضرة جدا. ودي الممنوعات المؤقتة اللي احنا بنخلال بس رحلة التغيير بنحاول ان احنا نتحكم فيها وفي كمياتها علشان خاطر ان احنا يعني بتكون لها اثر سلبي على انقاص الوزن زي مسلا نقول مسلا اي اختار زي مسلا الفشار الناس كتير تقول لك الفشار ده بيقولوا بيقولوا معرفش مين وده وجبة خفيفة ما بتتخنش والكلام ده تلاقي الناس وزنها ثبت او وزنها زاد تيجي تشتكي وتيجي تقول انا مش انا ملتزمة جدا فتلاقيهم ان هم جايبين معلومة مبرز احنا ناكل الفشار باقي كمية او عادي وطبعا ده احنا قلنا عليه ونبهنا عليه ان دي في الاول في الاخر كربوهايدريتس وكمان في شرب بتحط عليه ملح كتير وبالتالي هيحبس سوائل فنبعد عن هذه الاشياء تحياتي ليكم واتمنى لكم حياة سعيدة ان شاء الله بازن الله واتمنى تكون هذين مسابقة مسابقة سعيدة على الجميع تحياتي ليكم واستوضعكم الله الذي لا تضيع وضيع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ما شفنا التحدي ها جهزين يا شباب طبعا كلنا جهزين ان شاء الله وكلنا مكملين لغاية ما نوصل للرشاقة بازن الله تحياتي ليكم واستوضعكم الله الذي لا تضيع وضيعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في طرق كتيرة جدا للحصول على انظمة لو نفسك تخس اسهلها ان انت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس سواء قناتنا على اليوتيوب صفحتنا على الفيسبوك زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس صفحة رئيسية وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل علينا انظمة كل يوم وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس اشتركوا في القناة